صحتك راس مالك برعاية أمانا مشاهدينا مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد لحصتكم صحتك راس مالك اليوم حنهضروا على سجائر الإلكترونية عادة ما يستعين المدخن بالسجائر الإلكترونية بهدف الإقلاع عن التدخين ولكن هل تعد هذه الوسيلة آمنة وفعالة؟ كشف الدراسات العلمية جديدة أن استخدام السجائر الإلكترونية من شأنه يحدث الدرر في الشفرة الوراثية الأمر الذي يدفع ويزيد من خطر الإصابة بكل من السرطان وأمراض القلب وبالرغم أن أدرار سجائر الإلكترونية أقل من العادية لكنها خطيرة على الصحة وقد تسبب الإصابة بالسرطان حيث وجد الباحثون في تجارب تمت على الفئران أن تعرضهم لدخان السجائر الإلكترونية أدى إلى تضرر الشفرة الوراثية في القلب الرئتين والمثانة مقارنة بالفئران لنفس الهوى طبيعي خالي من الدخان وأفاد أحد الباحثين في الدراسة أن نتائج تشير بأن سجائر إلكترونية مصرطنة بدورها وذلك مقارنة مع أولئك الغير المدخنين مخاطر السجائر الإلكترونية عندنا ارتفاع خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني فقدان الشهية ارتفاع ضغط الدم الإدمان تغيرات في الدماغ من شأنها أن ترفع خطر الإصابة بالالتهاب أو القلق كما أن استخدام السجائر الإلكترونية ذات الأطعمة المختلفة من شأنها أن يسبب مشاكل في الرئتين صحتك راس مالك برعاية أمانا بعد ما حدد كمال راح تصنع للرياضة هذر معها في الهاتف بالصحة مشيك الأنم كمال راه مريض وصنيات طلقت طاحت ورجلها تكسرت العامل الخارق أنت عاماني طلقت ساعدتهم بعد ما تضعفت قامت بالواجه كما يلزم والزوجين تهنأوا وهذا كوشيها فريق آمانة للتأمينات الحماية لتأمنكم هذه هي الحماية لتأمنكم آمانة لكم والعززة لكم اشتركوا في القناة